موسيقى مرحبا بكم الاتفاق الإطاري وعلى الرغم من تلبيته لجزء من مطلوبات مرحلة الانتقال إلا أن جزءا لا يستهان به من السياسيين والقوى المجتمعية وقفت على مسافة بعيدة منه ما بين الرفض والتحفظ رافضون ومقاطعون من جدريين والإجام المقاومة وبعض القوى السياسية وبعض قوى اتفاقية جبل السلام والقوى السياسية المتمسكة برؤيتها للحل دونما النظر لواقع اتفق عليه بشأن الأزمة أين تكمن الأزمة وما هي الحل؟ ربما هذا هو السؤال اختلاف في التشخيص اختلاف في آليات الحل كل من تلك القوى ترى بحسب هواها مكتسبات مصالح ما يجنيه منه هنا وهناك والمواطن المغلوب على أمره في الدرك السحيق في سلم أولويات بعض الساسة فلا يتعدى دوره في المعادلة عند البعض سوى التحشيد والهتاف وتخويف الخصوم لإثبات الأحقية بالمناصب والتحشيد لمطايبة السلطة في أحيان أخرى ومحاربتها في أحيان ما يرفض؟ ولماذا؟ ما هي الرؤية لحل الأزمة؟ ما هي الخيارات التي يمكن اللجوء إليها عقب التوقيع النهائي على الاتفاق إن حدث؟ وأين مصلحة الوطن في ظل معركة التباري بالتصريحات والتصريحات المضادة؟ مواطنون يستبشرون خيرا كلما جاءت الفرصة لوقف الصراع والتشاكس من أجل الوطن وتأبى بعض المكونات إلا أن تقدم مصلحة الوطن كأنها تريد معاقبة الجميع هنا وهناك مرة أخرى فالاستمتاع بالمعاناة التي يكابدها الجميع دون المسؤولين الذين يعيشون في نعيم السلطة أهلا بكم شاهدين كرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من دائرة الحدث التي نناقش من خلالها يوميات الأزمة السياسية في السودان هذا الموضوع القديم المتجدد بكل خلفياته وكل منعطفاته خصوصا بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين بعض القوى السياسية والمكونة العسكري قبل أيام نرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة ورحب بكل الذين يتابعونا عبر المنصات الاجتماعية المختلفة رافضوا الاتفاق الإطاري هل من خيارات نحاول دراسة وجهة النظر وخيارات معي ضيوفنا الكرام الموجودين معنا داخل السوديو ورحب بهم جميعا نرحب بالباش مهندس عادل خلفالة الناتق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل أهلا ومرحب بك معنا اليوم في دائرة الحدث أهلا وسهلا راشد ومتابعي سوداني 24 دائرة الحدث مرحب بك ورحب أيضا بالأستاذ تاج الدين بنقا مقرر اللجنة العليا لنداء أهل السودان أستاذ تاج الدين أهلا ومرحب بك معنا اليوم في دائرة الحدث أهلا وسهلا ومرحب بك ومشاهدي سوداني 24 أهلا بك ونرحب أيضا بالأستاذ عبدالوهاب جميل قيادي بتحالف الحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية أستاذ عبدالوهاب أهلاً ومرحب بك معنا اليوم في دائرة الحجة مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين طيب مباشرة نبدأ معك أستاذ تاج الدين مقرر اللجنة العليا لنداء أهل السودان توقيع الإطاري توقيع الاتفاق الإطاري الذي تم قبل أيام في القصر الجمهوري بين قوة سياسية وبين المكون العسكري يوم الاثنين الماضي شنو مكمن الرفض عندكم الموقف المعروف للنداء أهل السودان أنه يرفض هذا الاتفاق يصفوه أنه اتفاقاً ثنائياً بين طرفين لكن الطرفين رفضوا أنه هذا الاتفاق ليس ثنائياً فيه بعض الأطراف الأخرى هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة وهو مفتوح لكل الناس وهو ليس نهائياً شنو مربط فرس الأزمة بالنسبة لكم أنتم في نداء أهل السودان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله أولاً نحقوه نسمي للشابة ومسمياته يقولوا اتفاق إطاري أي إطار يعنون يعني ما الإطار ذا بيحدد أطراف الاتفاق وقضاياه نحن في نداء سودان أصلاً ما تقدم لنا هذا الاتفاق شنو نقبل أو نرفضه شنو كده هو أصلاً اتفاق انتقائي تم انتقاء أطراف محددين ودار الحوار أو التداول النقاش فيما بينهم طلعوا لنا باتفاق اتفاق دا بيعنيهم هم فقط لا نداء سودان ولكل الشعب السوداني ما طرف يعني هم مدنيين وعسكريين وخوزات التوصيف مدنيين وعسكريين دا صعب شنو الوصف يعني وقع رئيس مجلس السيادة للفريغ البرهان والفريغ حميتي مجلس السيادة فيو عسكريين آخرين هذة اللي كانوا بمثلوهم لكن دا قايد الجيش مثلا ما قلت لك لانو مرح ما عقل نسمي الأشياء بمسمياته لو قلنا مكوين عسكري لو مثلا وقع البرهان وقع حميتي وقع جابر وقع عطا نقول الله إذا وقع وكال أو نيابة عن المكوين العسكري لكن لما يوقع علي البرهان وحميتي وفي مكوين في ممثلين آخرين في المكوين العسكري وما ورد أي ذكر لهم في الاتفاق دا هم وين هل تعتقد أنه يعني أنا ما جايك في الانتغاية لي أنا سؤال لا جايك في الانتغاية أنا بالنسبة لي قد يكونوا ما خاطبهم أصلا وهم مطرف حتى الآن قرين الانتفاق دا بعدة قراءات المعلن طبعا هما موجودين لا في مؤسساته لا في هياكله لا في أجهزته ما هو الانتفاق دا عمل أجهزة ومؤسسات وهياكل للدولة الهياكل الموجودة في الاتفاقة اللي سموهم إطاردة ما خلاصنا لك المتطاري وهم عم رسموا فريم مربع لحاجتهم دي أن نزل ما فيه حتى الآن نجي للمكوين المدني لو قلنا دي الحرية والتغيير بتاعة 2019 لكونا التوصيف ما صحيح لو قلنا خليها 2019 وطلقوا منها أناس الوفاق وطلقوا منها الترتيبات الدستورية وطلقوا منها عدد من المجموعات من الحرية والتغيير لحد التغيير الجزري حتى شوين حتى آخر الشكل لحرية والتغيير اللي يسمى المركزي أسا بين باش مهندس عادل دي كانوا جزء أساسي من الحرية والتغيير المركزي الآن هو ما جزء من الاتفاق ده معنى الاتفاق أصلا كان انتقائي لكان حرية والتغيير لكان مكوين عسكري في مجموعة محددة اختاروا نفسهم لأنهم ما في جهة اختارتهم قاعدوا مع بعض التفقوا على شيء شاكيدا الاتفاق ده ما ملزم لأي جهة في السودان جمي قيلهم هم فقط جمي طيب خلينا نقل في النقطة دي وبأي جيك بعد شوية باش مهندس عادل بنرحي بيك مرة أخرى الحزب البعث العرب الاشتراكي الأصل رفض الاتفاق الإطاري توقيع عليه جملة وتفصيلا خرجتم أنتم يعني بدأ معرفة بدأت معرفة رفض حزب البعث عبر بيان صحفي منكم منشور صوت صورة واحدة من نقاط الرفض لحزب البعث العرب الاشتراكي أن هذا الاتفاق بيمنح حميتي والبرهان وجود في المشهد السياسي في حين في نص الاتفاق خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية هل تعتقد أن هذا الأمر أنتم بزلتموه في رفضكم أو في بيان رفضكم للاتفاق هو نفس الموقف الآن بعد التوقيع وبعد إعلان العسكريين في حفلة التوقيع أنهم سيطلعوا من المشهد العسكري وإلا أنتم شايفين شون أنا أجدد التحية ورحب الضيوف إحنا كحزب البحث عربي اشتراكي حددنا موقف دون الخط في التفاصيل باحتبار أنه هو موقف غيم على المبدأ المبدأ العام نعتقد بما تم تسميته باتفاق إطاري فارغت هو الحرية والتغيير المبادئ التي على أساسها قامت وظل حزب البحث على ضوء هذه المبادئ جزءا فاعلا فيها وهم مبدأ بالرجوع إلى رؤية الحرية والتغيير المقدمة في ديسمبر هو بناء أوسع جبهة من القوى المدنية تطور الانتفاضة المتصاعدة وصول لإضراب سياسي وعسيان مدني دار داخل الحرية والتغيير جدل في أنه في الرؤية مكتوب إنهاء الانقلاب حزب البحث في خطابه وما يزال بيأكد على إسقاط الانقلاب البعض بيفتكر لغويا إنهاء أغوى من الإسقاط إحنا بيتجربة نضال شعبنا مع النظمة الدكتاتورية بيفتكر سياسيا ما في أغوى من إسقاط الانقلاب هل كان في تيارين جاء الحرية والتغيير تيار مع كلمة إنهاء وتيار مع مصطلح الإسقاط في ناس يستخدموا اللغة التي تقصد كده أنا أقصد إنه جزء من التباينات الداخلة الحرية والتغيير وده هو شيء طبيعي التغديرات ممكن إنها تكون متفاوتة لكن أنا أشرطة لمسألة الوسيغة وعشان كده دقيقين إحنا قلت في الوسيغة دي وردت كلمة إنهاء الإنقلاب وإزالة ما ترتب عليه إحنا الجملة الطويلة دي قلنا نختصرها في كلمة واحدة هي إسقاط الإنقلاب تفتقنوا أنها مباشرة أكثر مباشرة دي اللغة عرفة الحركة الوطنية السودانية نغاباتها أحزابها في مقاومة لعبود لمايو للإنغاز العامل الثاني الأسسنا عليه الموغف اللي هو يعني عدم ترتيب الأولويات تم الغفز في بناء الجبهة وما تم التوقيع عليه كنا متوقعين وشيرنا أنه الإصرار على المضي في هذه الخطوة بيؤدي أولا إلى تطبيع واحد من مكونات الثورة لعلاقاته مع الإنقلاب بيكون حقق واحد من الغايات الأساسية لخطة غاية الإنقلاب وهو يحدث إرباك في المشهد السياسي يكسب وقت يزيد من التصدعات داخل جبهة القوة المغاومة للإنقلاب والصورية عموما وأخيرا ودي الاستراتيجية الماشية عليها من 25 أكتوبر حتى الآن وهي فرق تصد طيب قبل ما أسألك على هذا الأساس قبل ما أسألك من الحال اسمح لي على المقاطعة بشوء ذكرت أن الحرية والتغيير بالنسبة لكم في حزب البحث قد فارقت المبادئ التي أنتفكتوا عليها والآن ذكرت أن الحرية والتغيير يعني زي البررت لقائد الإنقلاب بأنه يواصف الخطة التي بدأت في 25 أليس كذلك؟ نعم طح لماذا تستمرون في كيان فارق المبادئ؟ ما هو نحن لا نستمرين فيه أنا استخدمت اللغة الواضحة أنه قلت بتوقيع بعض مكونات قوة الحرية والتغيير لما أطلق عليه باتفاق إطاري مع المكون الإنقلابي تكون قوة الحرية والتغيير فارغت المبادئ التي أنشئت من أجلها ونحن ونحن متمسكون بالمبادئ وفي مغدمتها وأولوية عمل حزبة البحثة العربية الاشتراك الآن هو الاستمرار في تشكيل جبهة جبهة العريضة من قوة الديمقراطية والتغيير شما تحشد أوسع قوة مؤمنة بالانتغال الديمقراطي حريصة على استغرار السودان معارضة للحرية والتغيير الحرية والتغيير فارغت الخط نحن متمسكون بالخط أنا أقول لك عمليا يا باشواند سعاد قبل ما أرجع لأستاذ عبدالوهاب عمليا أنت كنت جزء من كيان واحد الكيان ده وقع إيطاريا هو إجرائيا وقع مع المكونة العسكري لم نوقع أنتم ما وقعتوا أنتم ما وقعتوا معروفا الموقف ده المبدأ ده من بدري وأنتم قلتوا أنه نحن ضد الحاجة ده قبل التوقيع الآن هذا التوقيع سيتمخذ عنه واقع سياسي جديد الواقع السياسي إذا أنتم هتعمل واقع سياسي أو هتواصلوا في صناعة مستقبل سياسي بتشوفوه أنتم أليس هذا عمليا أنكم الآن في موقف معارضة للحرية التغيير أنتم لستم جزء يعني اسميا أنتم في الحرية التغيير لكن عمليا أنتم معارضين للحرية التغيير لأن الحرية التغيير بعد الاتفاق واقع سياسي نحن مش معارضين لغوى الحرية التغيير نحن بنحشي أوسع قوة من شعبنا متمسكة بالانتقال الديمقراطي بسلمية النضال عشان ما نسقط السلطة الغائمة الآن أو السلطة التي تتشكل فيما إذا مضى ما سمي بالاتفاق الإطاري وليست هذه المعارضة؟ ليست هذه المعارضة؟ نعم أوكي تمام خلينا حنرجع للموضوع بعد شوي أستاذ عبد الروهاب استمعت لرؤية الباشوهند السعادل واستمعت لرؤية الأستاذ تاج الدين تتفق الرؤى حول أن الأمر التم هو أمر لا يمثل كل القوى السياسية في قوى سياسية وتتباين ما بين حزب البعث اللي هو جزء من الحرية التغيير لكن شايف أنه دم مفارقة للمبادئ تم الاتفاق عليها ويرى وجهة نظر الإسقاط وليس الإنهاء الأستاذ تاج الدين ربما رأي برضو رأي نداء أهل السودان وده اتفاق سنائي واتفاق خطة بأياد أجنبية ليس بأياد السوداني أنتوا في الكتلة الديمقراطية كثير من الناس بيشوفوا أنه رفض الكتلة الديمقراطية هو رفض في مسألة الحصص والمناصب والمشاورة قبل التنفيذ ليس أكثر من ذلك نعم طيب بسم الله والحمد لله صلاة صمع رسول الله وبعد التحية مجددا لكل المشاهدين ولي ضيفي في الحلقة بس قبل ما أبدأ ملاحظة وسيطة أنت مصير على مع عادل في أنه أنت طلعت أنت ضد الحرية والتغيير أنت بدل الحرية والتغيير لأنه مهوزته حرية والتغيير أنت ليه بدل الحرية والتغيير لمجموعة محددة وقول أنت ضد الحرية والتغيير لا أصمع باش مهدز عادل لن ن Owl مصير علي أن تقول لي أنت ضد الحرية والتغيير لما هو أصل حرية والتغيير هو موجود كالإسرا 같은 لا أنت وهو لا مشكلة طيب المو 있게 المهندس لكن كل المس vocês لم يقومون 가 zones أنا مرأة فأنا رأيت كلامك جاء perceive أنت لكلامك إنها م Перв كما يقوم س強حين يقول لي أنت الموصير لا أصمع باش مفاجرة طيب باش مهندس انا مو يكت Ş أنت مصير أنت لئي تقدر خد الحرية والتغيير لأجموعة محددة دون الآخرين أنا ما مديته الحرية والتغيير هو قال إنه الحرية والتغيير حادت هو من قال إنه الحرية والتغيير حادت وهو أجوز منا اليوم الليلة هو قال كذا أنا ما قلت هذا هو أجوز زراء جعب هو معارضة هو قال الحرية والتغيير فارقة المبادئ نعم نرجع نعم فارقة الخطة القائمة هو قال إنه حرية والتغيير فارقة ما يعني هي الفارقة الخطة طيب كذا خليك من هنا كذا جوابني على سؤالي الكتلة الديمقراطية ومقفة قائمة على الحصص والمناصد والمشاورات أليس كذلك؟ لا طيب ليست الحصص أصلا ما تناقشنا في الحصص نحن في المنهج في المنهج اللي تم إقصاء أننا نحن كحرية وتغير قطاع كبير ما ممكن يجيبونا لحاجة جاهزة كذا يقولوا تعال وقع نحن قبل المسودة بتاعت الدستورة المحامين نحن عندنا رأي في لجنة تسيير المحامين العدة الوسيغة الدستورية أو العدة المسودة الدستورية ما من حقها تعد مسودة دستورية نحن قبلهم عندنا مسودة دستورية عدنا الوسيغة الدستورية وسلمنا للمكون العسكري قبل عشر يوم من تاريخ تسليم مسودة المحامين لكن مسودة المحامين لقى القطاع الكافي الدولي الفولكري وعلى أساس تم اعتماده وكأنها جاهزة من بره وفرضت على مجموعة الحرية والتغيير المكونة للمجلس المركزي وفرضت على المكون العسكري وضار يفرضوها علينا نحن لدينا إرادة لا يمكن أن تفرض علينا حاجة جاهزة جلسنا معهم تعالوا يا أخواننا نتناقش في أنه تر توقع على شنو ما في زول كان معه الوسيغة الاتفاق الإطاري عشان يجي يخد عليه يقول لك تعالنا نتناقش تر نوقع في النقاط واحد اثنين ثلاثة أربعة ما ظهرت الحكاية دي وإلا أثناء التوقيع ظهرت الوسيغة الاتفاق الإطاري ظهر أثناء التوقيع إلى يومنا هذا ما في كتيب كامل بالاتفاق الإطاري ومعه التوقيعات تقصدونه ما تنشر ما تنشر طيب التوقيع هسه ما بيقى واقع لا ما بيقى واقع حتى الآن يقبل واقع يتوقع على شنو موقفت شنو ماذا بعد انتم معقفكم دقيقة ما هو واقع حتى الآن ما هو وقع على شنو ونوقع بمينو بيسمينو ويمثل شنو لحد الآن وين أنت عندك مستند عندك الآن صورة من توقيعات النازل أهل المشكلة الآن في الصورة لا لا ما هو وقع حتى الآن حتى الآن حكاية سرية ما طريحت للنغاش الكامل دخل هنا عشان ما يكون في موقف بدافع عن التوقيع أنا ما يخص على الاحتفال الشكل في القصر أنا ما لحسن سؤال لك برضو واضح أوكي تمام أنت وجهة نظر الكواتح أنا عندي سؤال معاها برضو أستاذ عبد الرهاب الآن بعد هذا التوقيع وإن نشر التوقيع والصور وكل الأسماء بصفاته وما إلى ذلك انتم موقفكم انتم في الكتلة الديمقراطية شنو في تنميحات لحدها يعني دكتور جبريل قال هذا التوقيع بشكله الحالي لا يمثل لا يمثل استمعت لهذا التصريح بالتأكيد وانت جزء قيادة في نفس التحالف طيب ياتوا شكل هو بمثلكم يعني الآن بعد الحاجة الحصلت كيف ممكن يكون عندكم حل كيف تصوركم لو حل مسألة خلاص قفلت كده انتم تشوفوا حل تاني موضوع التفاقية طاربة انتم ما شايفين لا موضوع التفاقية طاربة يعني الشخص الوقعوا عليهم الوقعوا عليهم طيب وانتم نحن عندنا مستوى إعلان دستوري عندنا إعلان سياسي نطرحه ويتم التوافق عليه من أكبر قطاع ما في استعجال للتوقيع لكن في يعني ضرورة لنا تطرح رؤيتك لأكبر مكون سياسي سوداني ممكن شان يحصل فيه توافق يعني إلغاء الاتفاق الإطاري والناس تتوافق حول اتفاق جديد فيه وقوة حتى الاتفاق الإطاري ما عندنا فيه يجيبوا يعرضوا في المايدة المستديرة ما ده جهدهم هم يمثلهم هم لكن ما يمثلنا نحن ياي موافقوا عليهم الناس ياي موافقوا عليهم يعني يعني نعمل زمين بالناس الوقعوا عدين طيب والناس الوقعوا عدين فيه حزبين حزبين بس الكبار فيهم حزبين حزب الأمة والمؤتمر السوداني التجمع الاتحاد التجمع الاتحادي خليط بضعة مجموعات هو ما حزي طيب هنا تأمسق عقار وإذا وقع كيف يجبها سورية عقار ثلاثة بتجمعها سورية للأساسيين زائد الحزبين الكبار البقية كلها كيانات بعد ما نسحب حزب البعصة العرب الاشتراكي البقية كيانات وهمية مسميات و يعني أسماء أفراد انشقوا من من تنظيمات عشان يكبروا بهم ولكوم فده كله نحن بيعنينا لكن كجهدي حقهم اللي يجب يخذونه في المائدة في مائدة مستديرة مستديرة وقابل للنغاش قابل للحسف بعد ما يجيبوا كل الناس رؤيتهم ما يفرضوا على الناس رؤية محددة أي المكونات كلها تجيب رؤيتها وتخذتها في المائدة المستديرة ما عدا المؤتمر الوطني قد نحن نقوم ماشيين بيخط واحد جميل طيب أستاذ أجدين أنا حاجيك لكن فاصل قصير حاجيك بالتفصيل بعد الفاصل فرصة لكنت لكن فاصل قصير فاصل إعلاني ثم نعود موسيقى 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 وبوجود ضيوفنا الكرام مرة أخرى داخل الستوديو أستاذ تجدين باننقر رحبك مرة أخرى نداء أهل السودان لديه موقف من الحرية والتغيير أكثر من الاتفاق هل هذا صحيح؟ أصلاً نداء السودان عنده موقف واضح أنه حل الأزمة السودانية لا تتم إلا بتوافق أهل السودان فإن كنت اسمه نداء أهل السودان أي حلول تجزئية لبيتجيب السودانية أنه ما بتأدي أصلاً لصلاح ولا فلاح الآن الاتفاق الإطاري الحصل له هو تفتيت المفتد نحن الحرية والتغيير لما رفضناها من 2019 وإنها لا تمثل الشعب السودانية على الأقل هم تزرعوا بزريعة أنهم يمثلوا الصورة أخذوا مشروعية الصورة وهذه مشروعية مجزوعة وفيها كلام كثير الآن ديل حتى المشروع المجزوعة جزئوها وفتتوها مزيدة علي لذلك نحن الآن نقول ما هي مشروعية الذين وقعوا الاتفاق هم لأنه عندهم نشكال في الإجابة على سؤال المشروعية ما وقعوا بجهاته ما قالوا والله للحرية والتغيير وقعت وداء المجلس السيادة أو المكون العسكري وقع قالوا ناس وقعوا ناس أحزاب منظمات مجتمع مدني أفراد ناس مفصولين من أحزاب ناس 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 لذلك قالوا وقعوا لذلك ما فيه وسيغة فيها توقيع مفصولين من أحزاب زين منه يعني معروفين الاتحاد المراتي عنده ناس مفصولين قالوا اتحاد يوقع المنطمر الشعبي عنده ناس مفصولين قالوا وقع الحركة الشعبية عنده ناس مفصولين قالوا وقعت يعني الظهر الحكاية لأنه نازل عنده مشكلة بتاعت مشروعية الآن لو قولي الاتفاق ده أطراف منه ما اتفاق اللقل بين طرفين ما فيه أطراف الآن ما فيه أطراف فيه مجموعات أنتغت نفسها هي أنا أقبل أن يقول إن هذا موقف سياسي يليهم، يتحاولون بهم مع آخرين، يتفاوضون بهم مع آخرين، نقبل أن يمكن أن تكونوا تحالفكم، كتلتكم، جبهتكم، وتقول إن هذا رؤيتنا للآخرين، لكن أصلاً لا يوجد أي مشروعية تتكلم بها عن السودان، وتحددوا كما أن السودان يحكم كيف، يمكن أن تكون دي رؤية. وسائلكم، شنو وسائلكم للرسل؟ ما لا تطع بيقى واقع؟ ما في واقع أي شيء، أنا بالنسبة لي دي اتفاق ميت، فاغذة المشروعية وفاغذة الأهلية، لأنه ما أصلاً اتفاق بأطرافه، بعد ذلك حتى نجل موضوعاته، أنا من الأول لا... حيث يفرس شنو الاتفاق؟ أنا بالنسبة لي لا شيء، دي اتفاق ميت، أصلاً هم يتكلموا عن إنه اتفاق، هو بقول لك اتفاقي طاري ومفتوح، إنت مما قلت هو أي طاري، وقلت ليه مفتوح للتوقيع، بيوقع منه، هسألوا في حزب الليلة، غرر إنه دايل يمشي وقع في الاتفاق ده، بمشي وين؟ همشي للبرهان، همشي للدقير، همشي للآليات السلاسية، للرباعية، همشي وين؟ تقصد إنه ما حددوا آليات؟ ما في آليات أصلاً، لأنه لو فعلاً إطار، واحد من حاجة الإطار، بتحدد الآلية، بعد ذلك، إنه والله هم قالوا ده إتفاق إطاري، يعني أنا فهمت، وطبعاً اللغة فيها مشكلة لا أستخدمها، ولو جينا بكل القواميس، ولو كل بالفقه الدستوري، هذا العمل ليس بإتفاق إطاري، لكن ممكن يكون إتفاق مبدئي، يتطور لإتفاق، بيتطور لإتفاق ده كيف؟ عن طريق حوار، الحوار ده بدلو كيف، لأنه ذاتنا ما في زل عرف إنه والله لحد ما هم وصلوا إلى إتفاق، أختاروا بعض كيف، وتحاوروا كيف، ما في زل عالف، الحل؟ الحل أصلاً توافق شامل لكل أهل السودان، عبر حوار، عبر حوار لمائدة مستديرة، يتيم يختار آليتهم نفسهم، المائدة المستديرة دي أصلاً بتبقى مائدة مستديرة، لأنه دارين نقول أطراف السودان أطراف مستاوية، ما في زل عنده مشروعية الآن، لو قلنا صورة ديسمبر الآن، أين صورة ديسمبر؟ كل اللي زل كان يدعينا موصلين للصور خارج المشهد، لو قلنا هم هسا بيقولوا في اتفاق ده، بيقولوا السودان دولة ديمقراطية، الديمقراطية ده عندها طريق، اللي هو انتخابات، بعد ذلك الناس بيجيوا وانتخابات دي جعلنهم مشروعية الانتخابات، نقول الله يدي من حقه ونجلسه، بيقول الله ما إيدا مستديرة فيها كل الأطراف وعدد المؤتمر الوطني؟ فيها كل الأطراف وعدد المؤتمر الوطني أغلدا لما توافقوا عليه الآن، وده ممكن يكون طريق لحل، بعد ذلك نجي في المايدة المستديرة، بنحدد خارط الطريق، أن الأطراف بيتم تمثيله كيف، الموضوعات بيتم اختياره كيف، حسن القرار داخل المايدة المستديرة بيتم دخل الطريق، بعد ذلك لما نتفق، أهل السودان يتبقوا بنجي آلية تنفيذ الاتفاق، وأصلاً سيكون اتفاق موقت لإدارة الفترة الانتقالية، إلى حين قيام انتخابات، بيتدي المشروعية أنه حكم الشعب، أنه الشعب بيختار من الانتخابات، جميعاً، طيب، باشماندس عادي نجيك مرة تاني، يبدو أنه في ثلاثة أسباب، يعني منطلقات مختلفة لرفض هذا الاتفاق موجودة فقط في هذه الحلقة، ماذا يعني لكم المسألة؟ يعني حزب البعث رفضوا للانتفاق منطلق من منصة غير المنطلق منها الكثرة الدمقراطية، غير المنطلق منها مبادرة نداء أهل السودان أو اللجنة نداء أهل السودان، طيب، كل الحاجات دي في المحصلة النهائية بتعني في المشهد السياسي السوداني أن هناك ثلاثة قوة سياسية مختلفة، ربما هناك أكثر من ثلاثة، دي الثلاثة موجودين معنا في الاسودية، ترفض هذا الاتفاق، ولكن من منطلق منطلقات مختلفة، شلو الحال؟ الحل يبدأ في تشخيص الحالة، الحالة بتقول أنه في إنقلاب حصل في 25 أكتوبر قطع الطريق أمام استكمال مهامة التحول الديمقراطي، الإنقلاب دا بحكمه أنه قطع تحول ديمقراطي بحكم تركيبته، بحكم التعالفات المهلية والخارجية النسجة كتمهيد ليهو عمق الأزمة السودانية، الأزمة دي ما بتتحل بأنه توطفى، غدا النظر عن من أطفى، مشروعية للإنقلاب، دي نقطة جوهرية بالنسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي، اللي يجري إعداده الآن دا هي تسوي، أطراف بدأت وأطراف ستلحق، مع المكون الإنقلابي، عشان ما تشرعن، عشان ما تشرعن، تشرعن الإنقلاب، بالرغم من أنه في حالة بتاعة نهوض جماهيري تكاد تكون ظاهرة عالمية، منه الأطراف الحيط الحق، أي جدا، جايني له؟ حاجيك له، إنه في حالة بتاعة نهوض جماهيري بيتأكد إنه في غوة حية داخل المجتمع السوداني، مصممة على عدم التنازل على المبادئ الفجرت بها أعظم انتفاضاتها، وحولت من إنها هي حراك سلمي في بلد إلى ظاهرة عالمية، ما جرى في غاعة الصداقة والأمس لا صلة له بهذا الحراك، وقصر الضيافة قطع الصلة ما بينه وبين هذا الحراك، لذلك إحنا قلنا الآن في واقع جديد في مرحلة جديدة، لكنها وسيلة تجاوزة هي نفس المبدأ اللي قامت على ضوء فكرة قوة الحرية والتغيير، وهي هذا المشهد بتعقيداته لا يتم تجاوزه إلا بحجة أوسع إرادة شعبية، متمسكة بالنضال السلمي، تصعد الانتفاضة على غرار التجارب اللي بزل العديد من المكونات بما فيها أحزاب و لجام و غاومة، في إنها بقت في نويات لها كما جرى في تجربة أشرقت في ولاية الجزيرة، الكتلة المدنية في ولاية النيل الأبيض، و في أكثر من ستة ولايات دون التعداد، ده يمشي بالاتجاه ده يصعد الانتفاضة عشان ما توحد في إطار الجفة الواسعة دي مراكزها الغيادية، وتشكيلاتها السياسية، الاجتماعية، المهنية، لجان المغاوم، التشكيلاتها النسوية، والمهنية، والعمالية، والمزارعين، وما إلى ذلك، لكي لا تصل لمرحلة إضراب سياسي وإصيان مدني، الجبهة دي أولا هي الرد على محاولات خطة غائدة الإنقلاب في إنه يحدث تصدعات، الجبهة دي بتوفر ميزان قوة، غادر على إصغاط الإنقلاب، وغادر على توفير ميزان قوة، يكون غادر في إنه يتغلب على صعاب الانتغال، ويفتح الطريق أمام التطور الوطني في السودان باتجاه بديل ديمقراطي، يعبر عن جوهر الأزمة الماسلة الآن، إنه في صراع ما بين معسكرين، وعلى هذا الأساس نقطة الجوهرية هي وصلت لأنه الآن الموغف من التسوية الجارية الآن متعدد، حزب البحث موغفه مبدئي، إنه رافض للتسوية متمسك بالحل الحاسم، تصنع الإرادة الوطنية السودانية عبر أوس عجب، في آخرين ما نتحدث بإسمهم، هم موغفهم من التسوية، موغف لأن التسوية عزل من التسوية، أو ما أشرك في خطوات التسوية، والفرق بين موغفنا وهذا الموغف كبير، جيد، أستاذ عبدالوهاب، نحن بشير لنهاية الحلقة، لكن لا يمكن أن نغضى أن أترف عن، يعني ربما أبرز التطورات، حصلت لحد الآن، في إغلاق المين الجنوبي، هذا التزامن، نقطة أحابي أشير لها وأسهلك عنها، ونقطة أخرى، إنه كل ما تحصل مشكلة يغلق المين، وأنهم موجودين في شرق السودان من قوى السياسية يغلقون المين، هذا الميناء، ميناء الصادر والوارد، شريان حياة رئيسي بالنسبة للمواطن، هل هذه القوى لا تملك أي خيارات أخرى غير هذا الخيار؟ هذا الخيار الذي يتقاطع فيه المواطن مع السلطة؟ نعم، بخصوص، موقفكم، شنو رأيكم شنو هو الحاجة في الإغلاق؟ أنتو ككتلة ديمقراطية، يعني ككتلة ديمقراطية، الآن الإغلاق تم اليوم، المساء، المساء، الناس يجتمعوا وينظروا في، يحددوا موظف من حيث المبدأ، إن الناس طبعاً الإغلاق يعني بيجلب أزمة كبيرة جداً لسائر الشعب السوداني، لكن برضو نحن يعني قبل ما ننظر إلى الإغلاق، قبل ما نتكلم في الإغلاق، نتكلم في إنه الإغلاق دي ما المرة الأولى؟ صحيح، مرات كثيرة صبعت، صحيح، تم إغلاق، الحلول كان الشنو، عشان تتجاوز الإغلاق ده، عدم موجود رؤية، في المركز، لحل مشكلة السودان، ولحل مشكلة الشرق السودان، شرق السودان، من بعد سقوط النظام، ازداد سؤاً، ازداد تدهوراً، ازداد احتغان، لعدم موجود رؤية، في المركز لحل مشكلة السودان، وحتى عدم موجود إرادة، حتى رؤية تجيب بعد ما يكون عندك إرادة للمشكلة، عدم موجود إرادة حقيقية، وللتباينات الموجودة، ما بين المكون العسكري، وما بين مكون قوة الحرية، في حل مشكلة الشرق السودان، ده حيأزم الموقف أكثر من كده، الإغلاق مرحلة أولى، ربما يتم التصعيد لأكثر من الإغلاق، فأنظر إلى، الحلول هي شنو؟ لأن المشكلة إذا كان لحصرة اليوم، كان ناس تقول ده شيء ممكن تجاوز، ولا نشوف لها حل، لكن إحنا الآن على بعد سنتين، ولا ثلاثة سنوات، تحصل أزمة في شرق السودان، ويتم إغلاق، ويتم فتح، ويتم إغلاق، ودوم ما يكون في حلول، وين الحلول الموجودة؟ في المركز، سواء كان في السلطة التنفيذية، أو مجلس السيادة، أو المقومة العسكري، كل ما عنده حلول، وقدمنا كثير من الحلول، وقعدنا معهم في كثير من النغاش، للأسف ما عنده مي حلول، بل في تقاطعات، فالأزمة الشرق السودان، ستستفعل أكثر من كده، أستاذ تاج الدين، أمريكا قيدت منح التأشيرات لمن يقوضون التحول الديمقراطي بالسودان، والتقييد يشمي المسؤولين عن قم حقوق الإنسان، حرياتها إلى آخر هذا المعام، تعليقك؟ نحن قبل التعليق على القرار الأمريكان، نحن المشهد الفوريوم، وتجلل الأزمة، البدت من 2019، نحن من 2019، حد يجعوننا أربع حقومات، وستظاهر، ماشي بإتفاق، سيكون شكل جديد من أشكائي الحكومة، الأمعنت في الفشل، وبإشهادة أطرافها، 25 أكتوبر، ما هم نفس أطراف الحكومة القايمين، نتيجة التشاكسات والاختلافات بينهم، أنا في تقديل الآن، وكلهم فاغذية مشروعية، فاغذية مشروعية، يختلفوا المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بصفغات بأشكال مختلفة، الشعب السوداني ما طرف فيها، الآن يتكرر المشهد، يتكرر المشهد في أوضاع أسوأ مما كانت عليه، ما نتوقع لو كتب للاتفاق الإطاري، هذا استمرار، إلا مزيد من التأزم لمشكلة السودان، إلا مزيد من التمزق، إلا مزيد من التفتت، ما هي سيناريوهات؟ قبل أن نصل إلى قصة أمريكا، ما هي سيناريوهات تقصد ما بين التفتت والتمزق؟ ما لو قلنا الجسم الحرية والتغيير والمكونا العسكري، شركاء الوسيغة الدستورية 2019، نضم علوم بعد شوية اتفاق يوبا، الأنابع عن الشعب السوداني كله لتكوين إدارة الفترة الانتقالية، التشظ فيهم لحد ما وصل، طلعت المجموعة الأولى، الحل الجزري، بعد شوية طلعت مجموعة من الاتفاق يوبا نفسها، ساقعدين في التوافق، التفتبات الدستورية، الغير وغيره، حتى الآن، حتى ما يسمى باللجنة الحرية والتغيير المركزي، انقسم في الاتفاق، يعني نحن ماشيين في مزيد من المكون العسكري نفسه، الكان المتحد الآن ظاهر انه هو نفسه تشظى، يعني، ما الآن ظهروا في المشهد فقط في الاتفاق ده، الفريق الأول برهانتها والفريق الأول حيمايتيته، ومن غير، ما يقولون هم بمثل المكون العسكري، او هم بمثل ومجلس السيادة، اوهم بمثل الجيش وبمثل الدعم السريع، ظاهر بشخص صورتهم، ليس كم يقول هم بالتاريخ Jackson vs corpse زاهر لتافاق بين الحرية والتغيير وتمجلس العسكري الانتغالي، للأجسام، هنا الاتفاق ما بأجسام ما بأجسام ولا بمكونات ليه؟ لأنه حصل تشزي في المكونات البدت من 2019 لحد اليوم التشزي 25 أكتوبر جاء نتيجة لصعوبة إدارة العلاقة بينهم وحصل فشل شهدوا بهم ذاته قبل شهدوا بهم الآخرين الآن ما يسمى بالاتفاق لطاردة أقرب لصبقة بين بعض هذه المكونات ديل بيدوهم تبرير إنه خلاص تجاوزوا موضوع الانقلاب بعد وقوهم معهم خلاص تجاوزوا موضوع الانقلاب تال ممكن الليل الناس اللقاء اتفاق يصفوا لي المجموعة بتاته المكونات العسكري بانقلاب المكونات العسكري بعد ما حكم على ديل بالفشل والفوضى وغيره الموضر أمريكا سريع في عشرة ثواني لأنا ما جاوبتاني على السؤال قبل ما تحول باش مهندس عادة الماشين للنهاية أمريكا هي الآن حاضرة في المشار هي مش في قرارة هي الأكبر من قرارة الناس اللحي عوقوا التحول أو يقوضون التحول الديمقراطي ماهو ده تهديدين الصبقة التي صنعت بأيدي الأمريكان أي شخص يدارك يبدو ده سيهددوه لكننا نحن نتكلم عن إرادة سودانية نحن نتكلم إن والله الحكم في السودان مشروعية الإرادة السودانية نفس السؤال يا باش مهندس عادة ولاية المتحدة الأمريكية قرار أخير قيدت منح التأشيرات لما يقوضون التحول المدني الديمقراطي بالسودان وتقييدش من المسؤولين عن قم حقوق الإنسان وفريات الأساسية وفراد الأسر مباشرين لهم يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية عمليا هذا السفير الجديد حريص على التحول الديمقراطي بالسودان وين المشكلة؟ التحول الديمقراطي بيتصنع الإرادة الشعبية الوطنية ومع التحديات الأدخل في انقلاب 25 أكتوبر للبلاد الإرادة دي بيتعبر عنها أوسع جبهة من القوى المؤمنة بالانتقال الديمقراطي الحريص على استقلال السودان ووحدته وسيادته الموظف الأمريكي على لسان السفيرة الأمريكية في جنوب السودان مضطرب وغير واضح ولم يحدد بالرغم من الضغوط الحصلت في الكونغرس وفي اجتماع اللجنة العلاقات الخارجية بإجماع ممثليها من الحزبين وصفوا ما حصل في السودان في 25 أكتوبر بالانقلاب إدارة بايدن لم تتبنى هذا الموقف حتى الآن وظلت تستخدم الاستحواز العسكري باحتبار دائبي جنبها الدخول في أي عقوبات العقوبات كانت وما يزال إذا الإدارة الأمريكية بتتغيد بمؤسسات التشريعية إنها تفرض عقوبات على ما نغوض الانتقال الديمقراطي في 25 أكتوبر باعتبار هذا فيه احترام لإرادة الشعب السوداني الفجر انتفاضة مستمرة حتى الآن كحدث عالمي لأكثر من ثلاث سنوات المؤمنين بالتحول الديمقراطي في السودان عليهم أن يحترموا إرادة الشعب السوداني ويعززوا من خياراته في أنه يكون المغرر في حاضر ومستقبل بلاده ولا يتصرفه عليه ويملو على بعض مكوناته خيارات لا تنتسجم مع تطلعات الشعب السوداني ولا تضحياته العظيمة نعتقد أنه بعض من وقعوا في الاحتفال الذي تم قبل يومين سيعودون النظر في توقيعهم باعتبار أنه ما يجري الآن هو بيجري لتكريس ديكتاتورية لا نستبعد أن يأتي على رأسها عبد الرحمن لا يمكن أن يأتي على رأسها الفريق برهان كحاكم وليس غائد للقوات المسلحة ولذلك نحن ماضين في بناء جبهة الديمقراطية والتغيير لكي لا نقطع الطريق قدام أي حلول زائفة وقدام أي حلول تفرض على الشعب السوداني الوصاية وتسيق بالنيابة عنه حلول لأزمة تطوره الوطني جميل في 30 ثانية روصا مع أنه صعب طبعا مشكلة السودان 30 ثانية ما بتتحل لكن خلينا نقول خلاص أنا برنامي قرب فلازم أقول لك في 30 ثانية 30 ثانية كيف ممكن يكون الخروج من هذا النفق الصعب حتى زاتك المطموظلم دي فترة في السودان نفق المظلم نعم الخروج كان آتي إلقاء الاتفاق السنائي وإلقاء التسوية السنائية وازدهاب إلى مائدة مستديرة محضورة من كل مكونات الشعب السوداني هل يمكن أن يحدث هذا؟ كيف؟ هو الممكن أسوأ الحوار الشامل لأنه البديل الحوار الشامل إذا كان في إرادة الحوار الشامل ما الناس كانت تذهب لحوار الشامل بدعيدا من الاتفاق اللطاني الحل نقول ما توصل إليه في الاتفاق اللطاني هو أنفسه يجي رؤيا في مائدة الحوار لو ما مش في الحوار الخيار الثاني ستكون ثورة لو تأخرت الثورة بالتأزم الحاصل ممكن البلد تبشي نحو انقلاب ونرجع ثاني للدائرة الخريسة انقلاب وديمقراطية وثورة والسوداني الدهور إلى الخلف شكرا جزيلا أستاذ تاج الدين بنقا مقرر لجنة العليا لنداءه للسودان شكرا لحضورك وإفاداتك شكرا جزيلا لك أيضا أستاذ عبدالوهاب جميل قيادة بتحالف الحرية وتغير كونتا الديمقراطية شكرا لحضورك وإفاداتك شكرا لك أيضا الباش مهندس عادل خلاف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث العرب الاشتراكي الأصل شكرا لحضورك وإفاداتك شكرا جزيلا لكم جميعا وشكرا لمشاهدين الكرام على كرام المتابع لهذه الحلقة من دائرة الحديث إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة